السلام عليكم طلاب وطالبات السادس الاعدادي. ارحب بكم اجمل ترحيب. واقدم لكم اليوم درس خاص بحل تيست يورسلف. حل اختبر نفسك. تيست يورسلف اختبر نفسك. هذا التيست يورسلف خاص باليونت ثري. بالوحدة الثالثة. يعني اليوم درسنا ان شاء الله راح يكون هو حل تمارين تيست يورسلف. حل تمارين اختبر نفسك الخاص باليونت ثري. يا صفحة صفحة اثمانة وستين قدامكم. اثمانة وستين في كتاب الاكتيبيتي بوك. اول تمرين اللي هو تمرين الاي. هذا مجموعة من الكلمات. اركيتكت. مهندس. معماري. انجينير. مهندس. يعني مهندس بصورة عامة. مهندس بشكل عام. مضيفة طيران. مضيفة طيران. اللي تشتغل بالطائرة. صحفي. صحفي. محامي. خفر الساحل. خفر الساحل. او حارس الساحل. الشرط اللي يشتغل على السواحل. يسموه lifeguard. طيار. اغلبهن ذنى مرن عليكم في موضوع في موضوع التعاريف. ذنى المهن. بلمر. سباك. سباك عامل الماء او عامل المجاري. سكرتير. هذا واضح. سكرتير. سكرتير. او سكرتيرا. سكرتير. سيرجن. سيرجن. جراح. طبيب جراح. واخيرا. مرشد سياحي. مرشد سياحي. راح اترجم الجمل الموجودة هنا اللي هنه ست جمل اترجمهن. وكل افراغ نخلي بكلمة مناسبة. وانطيكم الدليل. شون يعني خلينا هاي الكلمة. نمبر سلوى تعمل مع مدير الشركة. سلوى تعمل مع مدير الشركة. يعني على سلوى. هي تكتب كل رسائله. وتجيب على التليفون. إذن هي اذا تجاوب رسائله. العفو اذا تكتب رسائله وتجاوب على التليفون الخاص بي الخاص بالمدير. إذن هي سيكريتاري. إذن هي السيكريتاري مالتي. عيون. الدليل على موت يكون واضح. الدليل هذا للطالب اللي ما يعرف المعنى. دايركتر هنا المدير يحتاج شنو? يحتاج سيكريتاري يعني السيكريتاري. نمبر تو. كابتن يوسف. كابتن يقولوها للطيار اللي يقود طائرة. كابتن يوسف. كابتن يوسف كان طياراً لمدة عشرة سنوات من الآن. في هذه اللحظة. في هذه اللحظة. هو يقود طائرات من الخليج. آسف. من أوروبا إلى الخليج. الدليل ما لاتها كابتن يقولوها للبيوت. وممكن طالب آخر ياخذ دليل طائرات. إذن خاصة بالبيوت. الطائر. اجي الى نمبر ثري. طبعاً نمبر ثري قدامكم اللي تقول جميل. جميل تقريباً. دروند. دروند غرقه. في الشاطئ. البارحة. يعني كادة أن يغرق. دروند غرقه. كادة أن يغرق. لحسني الحظ. خفر الساحل. دروند غرقه. الشخص اللي يغرق من المسؤول عنه. المسؤول عنه. الخفر اللي يشتغل على الساحل. أو الشرط اللي يشتغل على الساحل. نمبر فور. من؟ من صممت؟ من صممت؟ تلك البناية المذهلة. أو البناية المدهشة. عمي هو مشهور شنو؟ أركيتكت. أركيتكت. يعني شو يصير. عمي هو مهندس معماري مشهور. أركيتكت. هنا ليش خلينا أركيتكت؟ اعتمدنا على صمم دليل مالتها. الذي يصمم هو مهندس معماري أو مصمم. نمبر فايف. أختي مرشدة سياحية. أختي مرشدة سياحية. هي تيك توريس تأخذ السواح. سايد سينك لمشاهدة المعالم في لندن في لندن كل يوم. الدليل لأنه لقينا توريس السياح أو السواح. خلينا تورقايد مرشدة سياحية. نمبر سيكس والأخيرة. هل قرأت المقالة؟ عن ذلك. عن ذلك. عن ذلك. ذلك السفن الشراعية. سفن. ذلك السفن الشراعية. في هذه المجلة. إنها بواسطة عمتي. التي هي صحفية. شون الدليل؟ الدليل نقدر نقول المقالة المقالة يكتبها الصحفي. نقدر نقول المجازين المجلة هم دليل على أنه هي صحفية. نذهب على التمرين الموجود في صفحة تسعة وستين في كتاب الاكتيفتي بوك. تكمل التست يورسل. عيون ذني مرادفات. تمرين البي صفحة تسعة وستين. طبعا هو مضطيني كلمات إذا تلاحظوهم بالخط المائل. نمبر ون. اف يو ديس لايك. ديس لايك بالخط المائل. ذني اللي يخلي جواهن خطاني. هنا ذني المرادفات. ربما ما يجيب الجملة كاملة. بس يهاي ديس لايك. اذا تكره. اذا تكره. اذا تكره شيء ما. يو. اذا انت تكره. ديس لايك معناه يكره. هل نقول اي. لايكت فرماتش. تحبه كثيرا. شون اذا انت تكره. لو نقول بي. لا تحبه مية بالمية. البي. اذا انت ديس لايك يعني دونت لايكت. يعني ما تحب. تكره. يعني ما تحب. لو سي يوستو لايكت. اعتدت ان تحبه عيوني. هذا حفظ. يعني ديس لايك. تحفظون مرادفتها دونت لايكت. لانه ممكن يجيبها لكم. بالعمل. ديس لايك. لازم تكتبوا له دونت لايكت. اذا جابها اختيارات. انتم محافظين ديس لايكت. اذا جابها اختيارات بعد احسن. ايضا انتم حافظينها. راح تقولون دونت لايكت. المهم حفظ. number two. if you distrust. دسترس معناها لا يثق. اذا لا تثق سمون. اذا لا تثق بشخص ما. انت ما تثق به. دسترس معناها لا يثق. هل لا تتفق معهم. ما تتفقوا اياهم. لو بي هاف كونفيدنس ان ذيم. لديك الثقة بهم. لا احنا ما نثق بهم. لو سي اكيد سي بقت. دونت هاف كونفيدنس ان ذيم. ليس لديك الثقة بهم. اذا نحفظ. لا يثق. نحفظ دونت هاف كونفيدنس ان ذيم. ليس لديك الثقة بهم. طبعا بالمناسبة اذا جابها حفظ دسترس. يعني نقدر نقول بس دونت هاف كونفيدنس خلص. لان ما عنده ثقة. ما يحتاج نكمل ان ذيم. اذا واحد يقول طويل عليه. number three. if you disconnect. disconnect معناها يقطع الاتصال. اذا if you disconnect. اذا تقطع اتصال يور تيفي. اذا تقطع اتصال تلفاز وكيه. اي. need to buy a new one. يعني الفيش. يعني الفيش اذا الشي لينما للتلفزيون. اي. need to buy a new tv. ضروري ان تشتري تلفاز جديد. ما يحتاج. احنا بس الفيش اذا شنان قطعنا الاتصال. ما يحتاج نشتري تلفزيون جديد. can still see a picture. تستطيع ان ترى الصورة. شون نشوف الصورة ما نشوفها. اذا مية بالمية. see can't see the picture. لا تستطيع ان ترى الصورة بوضوح. اذا disconnect. يقطع الاتصال. can't نحفظ. can't see the picture. لا نستطيع ان نرى الصورة anymore. بوضوح. number four. if you discourage. if you discourage. if you discourage. discourage معناها لا يشجع. if you discourage. اذا لا تشجع someone. اذا انت لا تشجع شخص. a make them feel. تجعلهم يشعرون. they can't do something. بانهم لا يستطيعون القيام بشيء. اكيد هي الاي. لا يشجع. لما انت ما شجع شخص. تخلي يشعر بان هو ما يقدر يسوي شيء. لو بي. طبعا نحفظ هاي الاي. make them feel they can do something. تجعلهم يشعرون بأنهم لا يستطيعون القيام بشيء. البيئة ترجمة لكم make them feel. تجعلهم يشعرون they can do something. بانهم يستطيعون القيام بشيء. لا انت انت ما شجعتهم. شون تجعلهم يشعرون بينهم يستطيعون القيام بشيء. ما يصير. لو make them feel all. تجعلهم يشعرون بالمرض. number five. if you disobey. disobey معناها لا يطيع. if you disobey someone. اذا لا تطيع شخص. انت ما اطيع شخص. do what they say. تفعل ما يقولون. don't do what they say. لا تفعل ما يقولون. ايه. اذا انت ما اطيع شخص disobey. يعني don't do what they say. لا تفعل ما يقول. او لا وجدته وتون. اختفى. شون وجدته وتون. بي كان سيت تستطيع ان تراه واختفى. اكيد سي كانت سيت لا تستطيع ان تراه. ايوني هذا الفعل سي اللي هو قدامكم. سي ماضية سيت وتصريفة سيت تحفظونا تستفادون منه. الفعل ميك ماضية ميت وتصريفة ميت. ايضا تحفظونا تستفادون منه. جو كات بلكم فعل. سي ماضية. طبعا يرى معنا ماضية سو اس اي دابليو. وسين تصريفة ايضا تستفادون منه. تمرين السي صفحة تسعة وستين طلاب. شوية تركيز وياي. هذا التمرين. ايش قايل اللي هو بالاكتب كتاب نشاط. قايل اللي انت يجيب كلمة مناسبة خليها بالفراغ. بالنسبة لمنطوق. الاكتيفتي بوك. منطوق النشاط. هذا التمرين نصيحتي للطالب اللي يريد درجة كاملة باللغة الانجليزية يحفظه. حفظ. شلون? لانه في احد الادوار الوزارية جاب منه بدون بوكس. بدون ما يطين الصندوق. يعني شنو? يعني نفس الجمل مثل عاد جمل كوننا نحن حافظين كلمة كانتين. فهذا التمرين حفظ يا طلابنا الأعزاء الشطار الأبطال اللي يريدون مياه. او درجة ممتازة. لازم هذا تحفظوني. اكثر شي بالوزارة شلون جاي منا هذا التمرين. اكثر شي بالوزارة جاي منا بوكس. جاي منا صندوق. شلون يعني? يعني هسه مثلا كلمة كانتين. يجيبها كانتين. واي الكلمات اللي ينطين اياهن بالفراء بالعفو بالبوكس. ويجيب لجملتها ايم هانجري. صارت اسهل اذا هي تجيبها بوكس. يعني بس نقرأ ترجمة. لكن انا قلت لكم الطلاب اللي يردون درجات عالي لازم يحفظونا حفظ. هو اذا حافظ حفظ. من تجي كلمة في بوكس مية بالمية راح يجعبها. على كل اكثر طريقة متكرر بالعمتح الوزارة عليها هو بوكس. فانو راح اترجم مباشرة. انا جاء. دعونا نتناول الغداء. في مطعم او نادي. كانتين نادي يعني او مطعم. الكلي. نمبر تو. ستتمتع بالدراسة هناك. كل الكادر ودودين ومتعاونين. قطيكم به اندلائل على مود تحفظوهن بسهولة. جاء كانتين مطعم. نقدر نقول راستورانت عادي مكان كانتين. هنا عيون كادر. هنا انجوي استدينك. يتمتع بالدراسة بسبب الستاف. بسبب الكادر او الموظفين. نمبر ثري. رجان فلن يعني املأ. هذه استمارة. اكتب اسمك هنا. وكل التفاصيل الاخرى في الاسفل. ما دام بها فلن يعني فلن املأ. هذا دليل. نقول يعني املأ يعني تكتب تفاصيل. او دليل اخر. فوم الاستمارة. الاستمارة بها بها تفاصيل. نمبر فور. ما هو عنوانك؟ ما هو لقبك؟ عزيز. العفو. عزيز. السيدة. مس الانسة دكتور. انا من دكتور. انا من نشوف. لاني الالقاب لان اكتب له تايتل. لقب يعني. او عنوان. اود لان. استمر في كومبيوتر كورس. كومبيوتر كورس. كورس فصل دراسي كومبيوتر للحاسوب. لأطور مهاراتي. هنا كومبيوتر كورس. يعني فصل دراسي للحاسوب. كومبيوتر كورس. نمبر سيكس. انا لم اعرف. ماذا افعل. بعد مغادرة المدرسة. احد مدرسيني. اعطاني. بعض النصائح الجيدة. هنا ادفايس. اتجمع مالتها. نفسه يبقى ادفايس. خاف احد يقول ليش ما عندي معناها بعض. ليش ما قال هنا ما اجمعها ادفايسيز. عملا صاح. لا هاي ادفايس. مفرد وجمع هو هذا المصطلح يبقى نفسه. على كلين. ادفايس معناها نصائح او نصيحة. عدكم وضوع باليونة. اعطاها نصيحة. اذا الفعل هو الدليل. ادفايس نصيحة. نمبر سبين. لم يعرفون وش كلاس اي صف اي شود بي ان انا فيه. ما يعرفون انا بيصف. لذلك اديت اختبار. to find out. ليكتشفوا. what level اي مستوى. ماي انجليش وزغة الانجليزية. مادام ماي انجليش لغة الانجليزية اذن اللفل ينخلي المستوى مع اللغة الانجليزية. نمبر ايت. I can't get that job. لا استطيع الحصول على تلك الوظيفة او العمل. because I don't have. لاني لا امتلك. the right qualifications. 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 المؤهلات. right المناسبة. مادام عندي job هذا الدليل. job الوظيفة تريد qualifications. تريد مؤهلات. number nine. I want. I want to go to university. اريد الذهاب الى الجامعة. and get a science degree. واحصل science degree شهادة علوم. مادام القضية بها degree شهادة اذن احصل عليها في اليونيبيرسيتي في الجامعة. number ten. I'm interested in. انا مهتم في the environment. البيئة. I would like. I would do a career career. مهنة. career مهنة. in ecology. في علم البيئة. ecology. علم البيئة. اذن هنا. ecology. 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 علم البيئة. هو دليل على استخدام career مهنة. مهنة في علم البيئة. طلابنا الاعزاء في احد الادوار الوزارية هاي النقطة العاشرة. I'm interested in the environment. I would like a career. انفراغ. كلمة ايكولوجي جابها بالبوكس. يعني جاب الكيريار محلولة. وكلمة انكولوجي. العفو. ايكولوجي. الملبية. جابها بالبوكس. وايضا تحفظون له هاي environment هم كلمة مهمة. عيوني. صفحة سبعين. صفحة سبعين هذا على اف الشرطية. عندي ويت ومصدر مجرد. هاي second conditional. لازم تراجعون في الشرط يالله تحلونه. هاي بجواب الشرط. اه مطين ويت زاد مصدر. هاي second لازم فعل الشرط ماضي. الماضي ما اللي كان هو كوت. فعل الشرط يعني جملة الف. نمبر تو. عندي جملة الف اللي هي فعل الشرط. مضارع بسيط. طاعة الجمع فعل مجرد. هاي حالة. لازم شو نقول نقول وال. بس نقول وال. ونكمل هاي probably. اه نمبر ثلاثي اللي قلنا ويت زاد مصدر مجرد. حالة second conditional. هاي بجواب الشرط وزاد مصدر. لازم فعل الشرط ماضي. الماضي ما اللي هو وان. وان معناها يربح. ماضيها وان تصريفها وان. احنا نريد ماضيها. هاي جابها بالاملاء في احد الادوار الوزارية. وان يريد ماضيها وان. نمبر فور. عندي ويت وعندي هاب وعندي تصريف ثالث للفعل. يا حالة هاي جواب شرط. يا حالة بيها جواب شرط. ودوهاب وتصريف ثالث للفعل. اكيد الثيرت كونديشنر. لازم فعل الشرط. هات وتصريف ثالث. نخلي الهات. هاي وزارية. نخلي الهات. والتصريف الثالث للبرايك هو بروكن. واكملها. داون. هذا البرايك صار بروكن تصريفها. خلينا هات. والبرايك صار بروكن. وكملنا الجملة. نمبر جاي من ين. جاي من الول. نات. ما دام عندي بجواب الشرط يعني مستقبل هذا سنبل. ما دام عندي هاي يعني جاي من يعني مستقبل. اذا جواب الشرط مستقبل يعني لازم فعل الشرط مضارع بسيط. هنا عندي النفي مع المضارع البسيط اما او يتمد على الفاعل. الفاعل شي مفرد راح يصير لانت نمبر عندي عندي جملة الفاعل الشرط ما كامل اروح وين اروح الجواب الشرط اتأكد منه. زاد مصدر مجرد. وزاد مصدر مجرد بجواب الشرط. اتمثل لازم فعل الشرط ماضي بسيط. الماضي ما ليه هو فاوند. حتى تصريف ساكن الكندشن. هنا فايند ماضيها فاوند وتصريفها فاوند. عيوني هذا التمرين اللي اي صفحة سبعين محلول تلقون حلة مع موضوع الرقريت تلقون حلة مع موضوع الرقريت اللي هو الندم انا مخصص لدرس خاص. نجي الى صفحة واحد وسبعين في كتاب الاكتيفتي بوك واحد وسبعين. هذا تابع الى موضوع ان دايركت كوستشن. هذا تابع الى موضوع ان دايركت كوستشن او ريبورتد. ريبورتد ريبورتد كوستشن. اللي هو السؤال المنقول. الصانع. امي. طبيب. اسنان. مدرس. اللغة الانجليزية. الفوتبول كوتش. مدرب كرة الردم. يعني زين الدين زيدان. معناها الحلاق. على كله. هذا تابع لموضوع ان دايركت كوستشن. سؤال مغير مباشر. عيون. كم قصر شعركة? كم قصر شعركة? هاو كم قصر شعركة? من هو اللي يسأل على الشعر? اكيد ذي هير دراسر. ذي هير دراسر اسكد مي. اكيد الحلاق سألني. ذي هير دراسر الحلاق. مادام عندي هير شعر. اكيد الحلاق اللي يسأل. هذا ان دايركت كوستشن. عيون. هذا طريقته بالوزار شلون جابها. مو يقل لي. هاو شور ديو وونت يور هير. احنا متبقين جملة الاسكد يجب ان تعطى في السؤال ينطينيها. يعني هاي ما لدي هير دراسر اسكد مي. هو يطينيها بالسؤال. فانش اسوي انزلها جملة الاسك. اداة سؤال اللي هي هاو شورت. انزلها نفسها هاو شورت. فاعل لقينة يو. فاشتق من بعد الاسكد المفعول به المي. يصير شن الفاعل? اي. التحويلات. لقينة دو. اذا وجدنا دو نحذفها ونحول الفعل الرئيسي الى الماضي. الونت صار واليور صارت ماي هير. تلقوها بالتحويلات. اليور صارت ماي لانه الكلام عني. يعني سألني آني. نمبر ون. هاو اوفن ديو كلين يور تيث. كم مرة تنظف اسنانك? الاسنان. من هو اللي يقلي? دينتست. دينتست. طبيب الاسنان. اسكد مي. سألني. هاي هو ينطيني اياها. جملة الاس. اداة سؤال هاو اوفن. هاو اوفن. شجو بعد اداة سؤال. فاعل لقينة يو. فيشتق من بعد الاسكد اللي هو المي يصير اي. اجل التحويلات لانه جملة الاسكد. اداة سؤال او اف لو بادي فعل مساعد كان قلنا اف. فاعل لقينة يو اشتقت من المي اي. اذا التحويلات ادو اذا لقينة نحذفها ونحول الفعل الرئيسي للماضي كلين. ماضيها كليند. بس اضيف لا ايدي. يور اصير ماي تقلب الى ماي. يعني طبيب الاسنان سألني هاو اوفن اي كم مرة انظف ماي تيث اسنان. وي هاو انت تجيب على كل الاسئلة. ماي. هاي الجملة اللي ينطينيها جملة الاسكد. ماي انجلش تيتشار. ما دام القضية بها كوسشنز اسئلة. يعني اكيد ماي انجلش تيتشار. المدرس اللغة الانجليزية هو اللي يلح بالاسئلة. ماي انجلش تيتشار اسكد مي. هاي هو ينطينيها. مدرس اللغة الانجليزية سألن. اداة سؤال واي تنزل كما هي واي. الفاعل لقينة يو اشتق من بعد الاسكد اللي والمي يصير اي. التحويلات. هاو انت اصير. هاو انت. هذا الفاعل مع العلاقة به انسارت. واكملها للنهاية من بعد انسار. انسار او دي قوشنز. نمبر ثري. وليو بي فري تو بلاين دفت بول ماتش ساتردي. تريد تلعب. يعني في مباراة السبت. الماتش المباراة مية بالمية. ذا. فوتبول. كوتش. مدرب كرة القدم. اسكد مي. سألن. اف هنا. مو اداة سؤال. ليش لان بادي بفعل مساعد. لازم تراجعون ان داركت كوستشن يالله تحلون. اف لانه بدأت بفعل مساعد. فاعل اي. ليش? عندي فاشتقت من بعد الاسكد اللي هو مي. مفعول به اشتقت منا اي. دور التحويلات. الول بها تحويل يصير ويت. الول يصير ويت. هذا فاعل ما العلاقة بي. بي فري. واكملها تو بلاي ان دفت بول ماتش ساتردي. نمبر فور. وين اريو گونك تو جيت اوتو بي. متى تنهض من الفراش? من اللي يسألني اكيد ماي ماذر امي. هاي الجملة اللي هو ينطيني اياها. امي. امي سألتني. اداة السؤال وين? تنزل نفسها الفاعل. بعد جملة الاسكدور اداة السؤال الفاعل اللي قينا له فاشتق مني المفعول به الموجود بعد الاسك اللي هو مي. يصير اي تحويلات. الار يصير بس لانه عندي اي راح يصير شنو? تلقوها موجودة بالتحويلات. هذا فاعل مع العلاقة بـ going to get out of bed. التكملة الى نهايتها. ازدرد شاكيت اوكي فوريو. اه هنا ريت شاكيت. شاكيت الاحمر. هذا الصانع يسألني. ذا اللي هو بالمحل. ذا شوب وبالمحل يعني الصانع. ذا شوب اسستنت. هاي الجملة اللي هو ينطيني اياها جملة الاسكت. ذا شوب اسستنت معناها الصانع. اسكت مي سألني. اداة سؤال له اف اف مية بالمية. لان نبادل بفعل مساعدة السؤال. اذا بدأ بفعل مساعدة نقول اف الفاعل منه ما لقينه يو ولا لقينه هي او شي او ذي ولا لقينه ضمير اخر. اذا اخذ ال اذا ما لقينه ولا لقينه اي اخذ الاسم الموجود بعد الفعل المساعد. مو الاس فعل مساعد. اخذ الاسم اللي هو ذا ريت شاكيت. هذا الاسم الموجود بعد الفعل المساعد هو انزل فاعل. فاش راح يصير الفاعل? الفاعل راح يصير ذا ريت. جاكيت. ذا ريت جاكيت. من نزلت الفاعل. دور شو باقي عندي? باقي عندي التحويلات. الاس شو يصير? يصير ووز. لانه جملة اداة سؤال او اف. فاعل تحويلات. ووز. اوكي. فور مي. المي من هنا جتنا. هذا اليو في نهاية الجملة بموضوع الان دايركت كوستشن. وموضوع الكلام او السؤال الغير مباشر يقلب الى مي بالنهاية. ماشي. نجي الى صفحة اثنين وسبعين. هذا ايضا ريبورتد كوستشن او اه ان دايركت كوستشن. سؤال منقول. نحل مباشرة. جملة الاس كد هو من طيني اياها. بادي بفعل مساعد فاش راح يقول راح يقول اف. الفاعل اذا وجدنا اي. فنأخذ الفاعل الموجود قبل الاس كد. ونعتبره فاعل عند الحل. شي. دور التحويلات. الكان الصير كوت. الاي ما العلاقة به. برو. وتكملت الجملة من بعد البرو. برو سمن. جملة الاس هو منزلها. اداة سؤال. اداة سؤال. فاعل لقين ايوه. فيشتق من المفعول به الموجود بعد الاس كده اللي هو هير راح يصير شي. الهير اذا لقين ايوه نشتق من المفعول به الموجود بعد الاس فاعل الهير صار شي. الدور تحويلات. الدد يقلب الى هات زاء التصريف ثالث خلينا هات يعني الدد راح صار هات. هذا الفاعل ما العلاقة بي اليوه لان اخذت هان الفاعل شي. اللوز يصير تصريف ثالث. لوست. لوست صير ماي. لو صير هير. لو صير هس. هنا مية بالمية صير هير لانه الفاعل شي بنت. اذا هير. بيرس. وبالنهاية نقطع عيون. نمبر ثري. هي اس كد مية جملة الاس. اداة السؤال هاو لونك. تنزل اداة السؤال فاعل لقين ايوه. من المين نشتق فاعل اي تحويلات الهاب. هاد الهاب بتحويل يصير هات. هذا ما لا علاقة بالفاعل. الدور من البين اكملها للنهاية. بين وتكملت الجملة الى نهايتها. اي اس كد ليلى. جملة الاس. اداة سؤال له اف. اف لانه بدأت بفعل مساعد. الفاعل لقين ايوه. اذا اشتق من المفعول به الموجود بعد اس كد. اللي هو ليلى. ليلى بنت. اصير شي يعني الفاعل. الدور. جملة الاس. اف. فاعل. تحويلات. الول بيها تحويل يصير. الول يصير. الفاعل يوه. حدفناه ما العلاق به. لانه اخذت فاعل شي. الدور من البي اكملها للنهاية. بي. اي بل تو. كم تو ماي بارتي. جملة الاخيرة. the last sentence. what are you doing on friday afternoon. ادم اسكت مي. جملة الاس. وراها اداة سؤال. الوقت نزلت. جملة الاس. اداة سؤال. فاعل. الفاعل اللي قين ايوه. اذا من المي الموجود بعد الاس. اشتق فاعل. يصير اي. تحويلات. عندي الار صير وير. بس اذا عندي اي قبل ه. الار يصير ووز. هذا اليوم ما العلاقة به. دوينج. واكملها من بعد دوينج. اون فرايدي. افتر نون. هذا من علاقة به. لن مجرد كلمات تكنيكال تامس. مفاهيم تقنية. هذا طبعا صفحة طلاب. صفحة اربعة وسبعين. التمرين. الاي. هذا مفاهيم تقنية. شهادة عليا. مجهد او متعب. مؤتمر. ترجمة حرفية. تركزوني على هاي الجملة اللي هو حالها فقط. كانت هناك يعني معناها متكلمين. اطر. يعني منتج للنفط. اطذى فراغ ربما يقلكم. في المؤتمر. كلمة كونفرنس يجبها لي. اخر تمرين عيوني بقى. هو البي صفحة اربعة وسبعين. اللي هو مرادفات قطعة الوحدة الثالثة. سنوي. سنوي. اشياء تضعها على اذنيك. لتستمع بشكل خاص. سماعات الاذن. يشبه الغرفة. صندوق يشبه الغرفة. حيث المترجمون يعملون. بوث. كشك. او محل صغير. بموقف صعب. تحت الضغط. يعطي. يعطي فكرة. للمعنى يعني. ينقل المشهد او ينقل الاحساس. نمبر سكس. مطلوب. 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 تحت الطلب. نمبر سبن. جاي وزاري اكثر من مرة. غير موظف. يعني خارج نطاق الوظيفة. هذا ما يخص الخاص بلونة ثري. واتمنى لكم التوفيق ان شاء الله طلابنا الاعزاء. حسنا. وقت المعرفة. شكرا لكم على تحديد حالي.